بالتزامن مع احتفالاتها بيوم الانقلاب على الشعب في الواحد والعشرين من سبتمبر الفين واربعة عشر تواصل ميليشيا الحوثي هجماتها على الحدود مع السعودية مصادر اعلامية السعودية افادت بحدوث معارك عنيفة على حدود منطقتين جازان وعسير واكدت المصادر ان المواجهات اندلعت اثر محاولات تسلل قامت بها ميليشيا الحوثي قبالة منطقتين الربوع والخوبة على حدود عسير وجازان لم تؤكد مصادر عسكرية سعودية حدوث المواجهات لكن القوات السعودية البرية المرابطة على الحدود مع اليمن وفق الانظول شنت قصفا صاروخيا ومدفعيا على مواقع للحوثيين في صعدة كما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة على ذات المواقع بصعدة فيما شنت غارات اخرى على مواقع لميليشيا الانقلاب في حجة اسفرت عن مقتل سبعة وثلاثين من مسلحي الميليشيا بحسب اعلان القيش الوطني كانت ميليشيا الحوثي قد صرحت الخميس الماضي عن اطلاقها عدة صواريخ على الشريط الحدودي للسعودية بعد تهديدات لزعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي زعم فيها ان قدرة الميليشيا الصاروخية يمكن ان تصل للعمق السعودي الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية شهد مواجهات متقطعة منذ اكثر من عامين خسرت فيها السعودية اكثر من واحد وسبعين عسكريا منذ العاشر من مايو الماضي وهي الخسائر التي ستستمر بنظر محللين عسكريين طالما ظلت الرياض مترددة في حسم معركتها العسكرية مع الميليشيا الانقلابية